على فكرة من ضمن الاخبار اللي كانت ترددت في الفترة الاخيرة الرجل الافواري ده اللي اسمه زجرانة محمد او محمد زجرانة مش فاكر يعني اسمه ايه هو من الناس اللي ظهرت فيه كاس امم افريقيا للمحليين وهو رجل افواري وبلعب فيه اللعب خط نص مدافع والاهلي كان اتكلم معاه او فيه كلام من الاهلي بيفوضه علشان خاطر ينتقل له هو حتى له تصريحات اللعيب نفسه اللي هو زجرانة ده وانه سعيد جدا بيه النادي الاهلي عندنا تصريح لي يا جماعة لو نشوفه هو سعيد جدا بالفكرة وهو نفسه بيقول اهو محمد زجرانة ده لعب اسك طبعا الافواري بيقول انا من ضمن احلامي ان انتقل النادي الاهلي واهتمام الاهلي بيه خلاني اشعر بساعدة كبيرة جدا المدير اعمالي بالفعل بلغني ان الاهلي بيتباني يا رغب في ضمي من المحتمل ان يتقدم النادي بعرض لضمي خلال الفترة اللي جاية وهو من اللعيبة اللي ظهرت بمستوى كويس على فكرة فيه كاس الامم الافريقية المحليين ودي البطولة اللي ظهر فيها قندوسي الجزائري بشكل بشكل كبير جدا على فكرة يعني وقندوسي من اللعيبة اللي هيبقى لها مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي كمان زجرانة من اللعيبة اللي ظهرت وربما يكون بديل مناسب جدا في حالة بيع آليو ديانجي خلال الفترة الجاية